تعالوا بقى حضراتنا روح للعظمة اللي حصلت مبارح في الدوري الإنجليزي يعني ايه الحلاوة دي و ايه الجمال ده و ايه المتعة دي و ايه المنافسة الشديدة القوية العظيمة دي لغاية اخر ثواني في النسخة الاخيرة من الدوري الإنجليزي طبعا شفنا ان الدوري راح يعني وجهه من مدينة منشستر لمدينة ليفرفول اكتر من مرة طول الفترة اللي فاتت مبارح عايشنا كلنا في عالم افتراضي رائع في كرة القدم شفنا يعني شيء اقرب ما يمكن ان هو يعني يتوصب بانه ضرب من ضروب الخيال صحيح منشستر سيتي كسب الدوري لكن الحقيقة ليفرفول عمل الموسم ده موسم تاريخي وصل من خلاله للنقطة 92 بفارق نقطة واحدة بس عن المان سيتي اللي كسب البطولة بعد سيناريو اغرب يعني من الخيال كان متأخر امام أستون فيلا 2-0 لغاية ديها حوالي 76 وفي نفس الوقت كان ليفرفول كان متقدم على منافسه قلنا بس احلوة والدوري عند ليفرفول وابننا حيزاقتة الى اخره لغاية يا حضرات في اخر 10 دقايق تقريبا كان مان سيتي متعدل بالفعل ثم تقدم وانتهت هذه المباراة بنتيجة 3-2 وبطبيعة الحالة توجه بالتالي بطلا للفريمير ليج بعد لقاء عصيب جدا بس دا يأكد لك تاني نظرية ان مفيش حاجة مضمونة في قرط القدم لا توقعات ولا تقول لا دا اقرب للبطولة ولا دا اقرب ولا اللاعب دا احسن من اللاعب دا مفيش الكلام دا خالص ومبارح زي ما كان يتكلم انت خلاص انت بتتفرج اللي هو ايه تكملة واجب يعني على بالما المباراة تخلص بس كل الشواهد بتقول ان ليفرفول هو اللي هيقود خلاص يعني دورة انجليزية بتاع ليفرفول سبحان الله الارقام ازاي بتتعلم